اكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس امناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري على اهمية التعليم كنوات اساسية في صقل مهارات وكفاءات جيل المستقبل من ابناء البحرين ما يواكب مسيرة تقدم المملكة ونمائها مشيرا سموه الى ان قطاع التعليم رافد مهم لتعزيز جهود التنمية في كل المجالات بما يحقق اهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة اهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والمتابعة المستمرة من سموه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله واشار سموه الى ان المرحلة الجامعية تحمل معها طموحات واحلام العديد من ابناء الوطن وهذا ما يعمل من اجله وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري من خلال دعم فرص التعليم الجامعي والتشجيع علي بما يتوافق مع متطلبات التنمية في مملكة البحرين لافتاني لان الفرص التعليمية التي وفرها وقف عيسى بن سلمان تسهم في فتح المجال للطلب الخريجين لاستكمال مسيرتهم الجامعية وبلوغ طموحاتهم المنشودة جاء ذلك بمناسبة اعتماد سموه خطة البعثات للدفعة التاسعة من بعثات وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري للعام الأكاديمي الفين واثنين وعشرين الفين وثلاثة وعشرين لعدد من الجامعات الحكومية والخاصة في مملكة البحرين واشاد سموه في هذا الصدد بدور مختلف الجهات والمؤسسات الداعمة الذين أسهموا في إسناد الجهود المفذولة بما يصب في تحقيق الأهداف التي أنشئ لأجلها الوقف ترجمة نانسي قنقر